بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة منصة البث الواشر مادة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هيكون موعدنا مع الدرس التاني في الفصل الدراسي التاني. لكن قبل ما نبدأ درسنا النهاردة ان شاء الله هتعودنا ان احنا هنراجع على الدرس السابق او الدروس السابقة. فعلا نشوف مع بعض مراجعتنا على الدرس الاول انماط سكان بلدنا. سؤال الاول اكتب كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة. رقم واحد يساعدنا تنظيم الاسرة في الحفاظ على صحة الام يقلل من وفيات الاطفال الردعة. يساعدنا تنظيم الاسرة في اطفال على صحة الام ويقلل من وفيات الاطفال الردعة. طبعا لما تعرفنا على مشروع تنظيم الاسرة كان من ضمن المشروعات او المبارات اللي قامت بيها الدولة للحد من الزيادة السكانية وزيادة الوعي لدى الشباب المصريين. وده طبعا العبارة هنا صحيحة لانه بيساعد فعلا على الحفاظ على صحة الام الام وبيقلل من وفيات الاطفال الردعة. رقم اتنين. يعتبر الزواج المبكر سببا في زيادة عدد افراد الاسرة بالريف عن الحضر. الزواج المبكر من اسباب زيادة عدد افراد الاسرة بالريف عن الحضر. طبعا احنا قلنا ان الزواج المبكر سبب رئيسي في زيادة السكانية في بين سكان الريف. يبقى هنا العبارة صحيحة. ثلاثة. توفير فرص عمل في الزراعة والتعدين. من جهود الدولة لحل مشكلات سكان الحضر. توفير فرص عمل في الزراعة والتعدين من جهود الدولة لحل مشكلات سكان الحضر. طبعا العبارة هنا عبارة خاطئة واللي فيها هي كلمة سكان الحضر. طبعا توفير فرص عمل في الزراعة والتعدين. ده فعلا من جهود الدولة لحل مشكلات سكان. برغو عليكم يا حبابي. طبعا سكان البدوء. يبقى العبارة خاطئة. تعد محافظة بور سعيد من محافظات الحضر. محافظة بور سعيد من محافظات الحضر. لما اتكلمنا عن محافظات الحضر قلنا القاهرة الاسكندرية السويس وبور سعيد. يبقى العبارة هنا عبارة صحيحة. نشوف مع بعض الثاني. اختر الاجابة الصحيحة مما يأتي. رقم واحد. اقل محافظات مصر من حيث عدد السكان هي. قلنا قال للمحافظات من حيث عدد السكان هي. سيناء السويس البحر الاحمر الجيزة. ذكر مع بعض طبعا قلنا فيها عدد قليلا من محافظة. فعلا محافظة جنوب سيناء. بسبب وعورة السطح وقلة موارد المياه. رقم اتنين. التعداد السكاني الذي استمر لمدة ستة اشهر. كان في عهد الدولة نقط. تعداد السكاني اللي تم في مصر لمدة واستمر لمدة ستة اشهر. كان في عهد الدولة الوسطى البطلمية الاسلامية القديمة. طبعا نقول ان مصر من اقدم الدول التي اقامت التعداد السكاني. كان من ضمن التعدادات السكانية اللي قيمت في مصر او تعملت في مصر. تعداد استمر اقامته او اجراؤه مدة ستة اشهر. وذا كان في عهد الدولة. رضع عليكم يا حبيبي الدولة الاسلامية. ثلاثة. اكثر المحافظات من حيث عدد السكان هي نقط. اكثر المحافظات من حيث عدد السكان. القاهرة. السويس. بور سعيد. الاسندرية. طبعا اكثر المحافظات من حيث عدد السكان هي. شطار يا حبيبي طبعا محافظة القاهرة. وهي عدد سكانها بيتراوح من تمامية الى عشرة بليون. ودي كانت على خريطة استوزيع السكان من اكثر المحافظات ازدحاما بالسكان. نشوف مع بعض النهاردة درسنا الدرس التاني اللي بعنوان التراث الثقافي لسكان بلدنا. وطبعا زي ما تعودنا في اول الدرس بنتعرف على الاهداف بتاعة درسنا. اهداف درسنا النهاردة ان شاء الله في نهاية الدرس يكون التلميذ قادرا على ان يميز بين مظاهر التراث الثقافي للسكان في مصر. يعطي امثلة للفنون الشعبية في مصر. يستنتج اهمية تنوع سكان مصر في اثراء التراث الثقافي. ايضا يعبر عن احترامه للتنوع الثقافي بين سكان مصر. على بركة الله نبدأ درسنا النهاردة بفقرة لنتفاعل معا. وزي ما تعودنا في فقرة لنتفاعل معا بيبقى سؤال كبير او فقرة فيها سؤال رئيسي بنوضحه خلال الدرس بالكامل. والسؤال درسنا النهاردة او الفقرة الرئيسية في درسنا النهاردة. يتنوع سكان مصر في لهجاتهم وتقاليدهم وفنونهم الشعبية. هل تعتقد ان هذا التنوع جيد? ولماذا? طبعا درسنا النهاردة هيتكلم عن التراث الثقافي. هنعرف يعني ايه? معنى كلمة تراث ثقافي. وايضا هنتعرف على امثلة ونمازج لبعض امثلة او نمازج التراث الثقافي في مصر. وكمان هنتعرف على لهجات المنتشرة في مصر وبعض الفنون الشعبية اللي موجودة في مصر. تعالوا نشوف مع بعض فقرة لنتعلم. بدأ معانا بتعريف التراث الثقافي. يعني ايه التراث الثقافي? كلمة التراث هي كل ما تركه الاجداد. الارث تراث ثقافي. ثقافي يبقى ليها علاقة بالثقافات والشعوب. يبقى تراث ثقافي كل ما تركه لنا الاجداد. من اماكن تاريخية. واثارية. وفنون شعبية. وصناعات حرفية. وقيم وتقاليد اجتماعية. يبقى ده تعريف التراث الثقافي. التراث الثقافي كل ما تركه لنا الاجداد. كل حاجة سبقى لنا الاجداد. سواء كانت الحاجات دي اماكن تاريخية. مثلا الاهرامات. زي المعابد. دي اماكن تاريخية واثارية. زي الفنون الشعبية. وهنتعرف عليها النهاردة. زي الصناعات الحرفية. زي الصناعة الخيامية دي تعتبر من التراث الثقافي. زي السجاد اليدوي. ايضا القيم والتقاليد والعادات الاجتماعية اللي موجودة عندنا. كل ده بقدر سميه تراث ثقافي. يعد هذا التراث جزءا من الهوية الوطنية المصرية. ده بيمثل شخصية المصريين كمان. التي يجب المحافظة عليها. والاعتزاز بها. لازم نعتزق ونفخر بهذه الهوية المصرية. وتتميز بعض المناطق في مصر بتراث ثقافي خاص بها. زي ما هنتعرف مع بعض النهاردة على بعض نمازج وانماط التراث الثقافي في مصر. بعالوا نشوف مع بعض يا حبيب نمازج من التراث الثقافي في مصر. اول هذه المناطق اللي هنتعرف عليها هي واحد سيوة. طبعا واحد سيوة على الخريطة موجودة في شمال غرب الصحراء الغربية. في المنطقة الشمالية من الصحراء الغربية. طيب ايه هو التراث الثقافي اللي موجود في واحد سيوة. واحد سيوة من اجمل المناطق السياحية اللي موجودة في مصر وبيقصدها الالاف من السياح في كل السنة. ليه? قالك ان سيوة بتتميز بتراث ثقافي خاص بهم مرتبط بالبيئة اللي بيعيشوا فيها. مثلا بيحتفل السكان بعيد حصاد اللي هو حصاد التمور والذيتون في منتصف شهر اكتوبر الشهر عشرة كل سنة. بيحتفل سكان واحد سيوة بعيد خاص عندهم اسمه عيد الحصاد. عيد الحصاد. او عيد حصاد التمور والذيتون. طيب ايه هي مظاهر الاحتفال? طيب بيعملوا ايه? بيأكدس سكان الملابس المحلية زي اللي قدامنا في الصورة. وبيرددوا الاغاني التراثية اللي عندهم في واحد سيوة. وبيقيمون الموائد. ويجذب هذا الاحتفال العديد من السياح. العديد من السياح بيخضروا هذا الاحتفال. لمشاهدته والاستمتاع به. ويطلق عليه اسم عيد السياحة. احنا عرفنا ان احنا عندنا في واحد سيوة تراث خاص بهم مرتبط بالبيئة اللي بيعيشوا فيها. عندهم عيد خاص بهم اللي هو عيد الحصاد. اسم عيد حصاد التمور والذيتون. طيب. العيد ده كمان بيتسمى باسم عيد السياحة. وهنا ممكن يجي عليها اذكر سبب. يسمى عيد السياحة او يطلق عيد السياحة على عيد حصاد التمور والذيتون بواحد سيوة. بتيجي في اذكر سبب. طبعا هتبقى الاجابة لان هذا الاحتفال او هذا العيد يجذب العديد من السياح لمشاهدته والاستمتاع به. طبعا التمور اللي هو البلح يا حبيبي. دي من اهم الموارد الاقتصادية الاساسية في واحد سيوة. طبعا كلنا عارفين البلح السيوي من اشهى وانواف انواع البلح الموجودة في مصر. تعالوا نتعرف على نموذج اخر من نمازج التراث الثقافي في مصر. على الخريطة نتجه الى جنوب مصر. النوبة في جنوب اسوان او في جنوب مصر. تعالوا نتعرف على شكل التراث الثقافي النوبي. يمثل التراث النوبي جزءا اصيل من الهوية المصرية. وامتدادا للحضارة المصرية القديمة. طيب ايه هو شكل الاحتفال? سكان النوبة بيحتفلوا باليوم العالمي للنوبة كل عام يوم سبعة يوليو. من كل عام. طيب بيقاموا ايه? بيعملوا ايه? بيعملوا احتفالات ومعرضانات. طيب ايه هي شكل او مظاهر الاحتفال? زي مظاهر قدامنا في الصورة كده. بيرتدي السكان الملابس المحلية اللي هي سكان النوبة. ويرددون الاغاني النوبية. طبعا اهل النوبة يا حبيبي بيتميزوا ان هما عندهم لغة خاصة بيهم جدا اللي يسمها اللغة النوبية. طبعا سكان النوبة او اهالي النوبة يحرصوا ان هما يعلموا ابنائهم هذه اللغة. وان هما ينقلوها من جيل لجيله بيحفظوا عليها. منظمة اليونسكو انشأت متحف النوبة في اسوان عام الف تسعمية سبعة وتسعين. طيب المتحف ده هيكون في ايه? هيعرض تاريخ وحضارة النوبة. يبقى احنا عارفنا ان النوبة جزء مهم جدا من مصر. توجد النوبة في جنوب اسوان او في جنوب مصر. اليونسكو علشان بتهتم بالتراث الثقافي او التراث في النوبة. اقامت متحف النوبة في اسوان عام الف تسعمية سبعة وتسعين. المتحف ده بيتم عرض فيه التاريخ والحضارة النوبية. عندهم اليوم العالمي للنوبة ده يوم سبعة يوليو من كل عام. من مظاهر الاحتفال ان السكان بيرتدوا الملابس المحلية وبيرددوا الاغاني الخاصة بهم. اللي هي الاغاني النوبية. يبقى احنا عندنا مظاهر الاحتفال في سيوة ومظاهر الاحتفال في النوبة يعتبر مشتركة. فيها وجه التشابه. ان في سيوة بيرتدون الملابس المحلية ويرددون الاغاني الخاصة بهم. ايضا في النوبة. بيرتدوا الملابس المحلية لسكان النوبة. وبيرددوا الاغاني النوبية. طبعا بيتميز اهل النوبة بوجود اللغة او بالتحدث باللغة النوبية الخاصة بهم. واللي بيحرصوا على تناقلها بين الاجيال. مدن القناة. مدن القناة دي اللي هي ثلاث مدن. مدينة السويس والاسمعالية وبور سعيد. مدن القناة بيتميزوا بتراث خاص بهم جدا. بيشتهر سكان مدن القناة بالاغاني المرتبطة بآلة السمسمية. ويؤدون ركسه في الكرورية الشعبية. تعرف باسم البنبوتية. زي اللي قدامنا في الصورة دي. دي اسمها ركسة البنبوتية. وكمان بيغنوا على آلة شعبية عندهم اسمها السمسمية. يبقى مدن القناة بيشتهروا بالاغاني المرتبطة بهم. لها مثلا الاغاني المرتبطة بآلة السمسمية. وعندهم ركسة شعبية خاصة بيهم لراكسة البنبوتية. ايه هي مدن القناة؟ تلات مدن اللي موجودين على قناة السويس. مدينة السويس. مدينة الاسماعيلية. ومدينة بورسعيد. دول اسمهم مدن القناة. يبقى احنا عارفنا النموذج التالت من نمازج التراث الثقافي في مصر. خاص بيه مدن القناة او مدينة السويس والاسماعيلية وبورسعيد. ولازم نميزهم عن باقي النمازج. احنا كده تعرفنا على سيوة النوبة. وكمان مدن القناة. نشوف نموذج اخر. من نمازج التراث الثقافي في مصر. صعيد مصر. منطقة الصعيد او محافظات الوجه الابلي. زي ما قسمنا في الفصل الدراسي الاول محافظات مصر اللي هي محافظات الوجه البحثي اللي في شمال مصر في الدلتة. ومحافظات الوجه الابلي اللي جنوب مصر واللي بنتكلم عنها ونسميها محافظات الصعيد. في صعيد مصر بيشتهروا بتراث خاص بيهم اللي هو انشاد السيرة الهلالية. السيرة الهلالية بتبقى ملاحم او قصة شعبية بيتم روايتها على لسان الراوي. والراوي ده هو بيروي القصص دي او الملاحم الشعبية دي بيعزف على آلة اسمها الربابة. يبقى احنا كده ذكرنا آلتين. آلة السمسمية في عند مدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد. كمان آلة الربابة دي خاص بصعيد مصر. واللي بيعزف عليها الراوي اللي بينشد السيرة الهلالية. طبعا علشان السيرة الهلالية او علشان التراث في صعيد مصر مهم جدا. تم انشاء مدحة في السيرة الهلالية في محافظة كنة عام الفين وخمستاشر. علشان يحافظوا على هذا التراث الهام. يبقى احنا تعرفنا دلوقتي على السيرة الهلالية في صعيد مصر. مش بس كده في صعيد مصر كمان دي احنا عندنا شكل اخر من اشكال التراث الثقافي في صعيد مصر. وهو فن التحطيب. زي ما شايفين في الصورة اللي قدامكو احنا التحطيب شايفينه على قدران المعابد. يبقى ايزا التحطيب ده فن خاص او تراث شعبي خاص من ايام المصريين القدماء. ان التحطيب ناشئ في مصر القديمة. هيثو يوجد على قدران معبد القرنة في محافظة الاكسر. لوحة منقوشة تمثل زي ما قدامنا في الصورة الاله حورس وهو يعلم الملك او منحطه بالثالث التحطيب. تم ادراك التحطيب كفن التراث يعريك على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام الفين وستاشر. يبقى ده تاني نموذج من نمازج التراث الثقافي الخاص بمنطقة صعيد مصر. احنا قلنا نموذج الاول السيرة الهلالية. انشاد السيرة الهلالية. وده اللي بيقوم فيها الراوي باستخدام آلة الربابة. ويعرفنا ان فيه متحف ليه خاص بالسيرة الهلالية في محافظة قنة تم انشاءه عام الفين وخمستاشر. كمان اتكلمنا عن فن التحطيب. وقلنا ان فن التحطيب من اقدم الفنون التراثية اللي موجودة في مصر. لانه موجود من ايام المصريين والقدماء توجد لوح او لوحات على معبد الكرنق في محافظة الاكسر. منقوش عليها الصور اللي قدامنا دي. الاله حورث وهو بيعلم الملك او من حطب الثالث التحطيب. طبعا اعرفنا ان تم ادراج التحطيب كفن تراثي عريق على قائمة التراث العالمي لاليونسكو منذ عام الفين وستاشر ميلادية. طيب يا ترى ايه هي العلاقة ما بين التراث المصري او تراث الثقافي المصري والسياحة? اكيد فيه علاقة يا حبيبي بين التراث المصري والسياحة. لان التراث المصري مهم جدا لتنمية واق ازدهار السياحة في مصر. للتراث المصري اهمية كبيرة. وطبعا الجزئية دي ممكن يجي عليها اذكر سبب. يجي ناس وقال يقول لك لتراث المصري اهمية كبيرة. اذكر السبب. ليه? لان التراث بيساهم في تنشيط السياحة. وكمان بيوفر فرص. يبقى التراث المصري بيساهم في تنشيط السياحة وبيوفر فرص عمل لشباب. ازاي? من خلال اقامة المهرجانات والمعارض. بما تتضمنه من عروض فنية ومنتجات تراثية. وايضا المتاحف التي تجذب السياحة. اهنا تعرفنا على انواع كثيرة من المتاحف اللي بتتضمن اشكال التراث المصري. زي مدحف السيرة الهلالية. اللي موجود في محافظة كنة. وايضا المتاحف النوبة اللي موجود في اسوان. كل المتاحف دي بتجذب السياح لمشاهدتها والاستمساع بها. ده كله بيعمل ايه? ويؤدي الى ايه? يؤدي الى زيادة الدخل القومي. يبقى التراث المصري له علاقة بالدخل القومي. نوضح ده ازاي? لان التراث المصري يؤدي الى تنمية وتنشيط السياحة. وتوفير فرص عمل. وكمان بيساهم في زيادة الدخل. يبقى احنا حددنا او بقيتنا الى علاقة بين التراث المصري والسياحة وايضا التراث المصري والاقتصاد المصري او الدخل المصري او الدخل القومي المصر. نقول ان التراث المصري يعمل على تنشيط السياحة ويعمل على زيادة او يساهم في زيادة الدخل القومي. تنوع اللهجات في مصر. لكن قبل ما نبدأ في تنوع اللهجات في مصر احنا تعرفنا على نمازج من التراث الثقافي زي واحد سيوة وقلنا انماط الاحتفالات اللي موجودة في واحد سيوة ومظاهر الاحتفال بارتداء السكان للملابس المحلية وترديد الاغاني الخاصة بهم. كمان اتعرفنا على اهالي او سكان النوبة ومظاهر احتفالهم. وتعرفنا كمان على مدن القناة السويس والاسماعيلية وبور السعيد ورقصتهم الشهيرة رقصة البمبوتية والالة اللي بيستخدموها الالة السمسمية. ووصلنا لسعيد مصر وتعرفنا على اشكال التراث في سعيد مصر زي انشاد السيرة الهلالية باستخدام آلة الربابة. وكمان فن التحطيب اللي موجود من ايام المصريين القدماء. ودول كانوا نماذج التراث الثقافي في مصر. طيب. النهار بالوقتي هنتكلم عن تنوع اللهجات في مصر. اللهجات اللي هي طريقة الكلام او اللكنة واللغة. تتنوع اللهجات في مصر طبعا لتنوع البيئات. عندنا تنوع في البيئات المصرية. زي الاختلاف ما بين البيئة اللي موجودة في صعيد مصر او الواجه الكبلي والواجه البحري. كمان زي البيئة اللي موجودة في واحد سوى. زي البيئة اللي موجود فيها اهالي النوبة. سكان النوبة. تعالوا نتعرف على بعض اللهجات اللي موجودة في مصر. من اول هذه اللهجات هي لهجات قبائل البدو سيناء. ودي تميل الى استخدام العربية الفصحة. يبقى البدو في سيناء اللي هم سكان سيناء سكان البدو. احنا تعرفنا على البدو نمط من انماط السكان. اعدادهم قليلة جدا. بيعيشوا في المناطق الصحراوية. وبيعملون بحرفة الرعي. يبقى بدو سيناء بتميل لهجاتهم الى اللغة العربية الفصحة. تاني اللهجات في مصر هي اللهجة اللي بيستخدامها سكان واحد سيوة. ودي لهجة خاصة جدا بهم. ومشتقة من اللغة الامازيغية. ايه اللغة الامازيغية? دي لغة منتشرة في بلاد المغرب العربي. زي المغرب والجزائر كده. طيب تالت لهجات. الاخلاف بين محافظات الوجه البعلي والوجه الكبلي. في نطق بعض الكلمات في ما بينهم. نحن عندنا في مصر هنا في اختلاف في نطق بعض الكلمات بين محافظات الوجه الكبلي ومحافظات الوجه البحري. ايضا من ضمن اللهجات هي اللهجة الخاصة باهالي النوبة او سكان النوبة. واحنا ذكرنا ان اهل النوبة او سكان النوبة بينفردوا باستخدامهم باللغة او وتخصيطهم باللغة النوبية. ودي الاقرب الى لغة المصرية القديمة او الى لغة المصريين القدماء. وكان لها دور مهم جدا في حرب اكتوبر عام الف تسعمية تلاتة وسبعين. ازاي كان لها دور مهم? كان بيستخدمها القادة او قادة الجيش النصري للتواصل فيما بينهم. وكانت تعتبر نوع من انواع الشفرات. زي ما اخدنا مع بعض في الترم الاول او الفصل الدراسي الاول في مادة العلوم. استخدام اللهجات او اللكنات او اللغات كنوع من الشفرات. المصريين في حرب اكتوبر ابدعوا في استخدامهم للغة النوبية كشفرة للتواصل بينهم او بين قادة الجيش. يبقى احنا تعرفنا على بعض انواع اللهجات في مصر. لهجات قبائل البدو. ودي قلنا في شبه جزيرة سيناء تميل الى اللغة العربية الفصحى. طبعا اللغة الامازيغية او اللهجة المشتقة من اللغة الامازيغية خاصة بسكاعة سوى الاختلاف بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلة في نطقة بعض الكلمات. وايضا الانفراد او انفراد اهالي النوبة باللغة النوبية الخاصة بيهم واللي تم استخدامها او كليها دور مهم جدا في انتصارات اكتوبر عام الف تسعمية تلاتة وسبعين ميلادية. تعالوا نشوف احد انشطة الكتاب المدرسي. صل بين كل الصورة او الابارة والصورة التي تعبر عنها. انا هنشوف الصورة والى الابارات. الابارة رقم واحد يشتهر سكان محافظة بور سعيد. في احتخالاتهم بتصميم مقروض فنية خاصة بهم. مثل رقصة البنبوتية. طبعا الصورة اللي فيها رقصة البنبوتية. طبعا حبيبي شطار عارفين احنا ممكن نفيك كتاب المدرسة ونوصل ونحل النشاط ده مع بعض. الصورة التانية هي اللي بتمثل رقصة البنبوتية. وقلنا انهم كمان بيشتهروا بآلة موسيقية او استخدامهم آلة موسيقية اللي هي آلة السمسمية. رقم اتنين تنتشر لعبة التحطيب التي تعتمد على استخدام العصاء بين سكان محافظات الوجه الكبلي. وقلنا فن التحطيب فعلا موجود في سعيد مصر اللي هي محافظات الوجه الكبلي. دي الصورة الثالثة اللي هي فيها فن التحطيب. يشتهر اهل سيناء باقامة مهرجانات او سباقات للهجن. والهجن اللي هي معناها الابل او الجمال. وطبعا زي ماهي في الصورة قدامنا اهالي سيناء او بدوء سيناء بيشتهروا باقامة سباقات للهجن. تعال نشوف سؤال تاني. كلمة صواب امام الصحيحة وكلمة خطأ غير الصحيحة. رقم واحد تم انشاء متحف النوبة في محافظة جنة للحفاظ على التراث النوب. تم انشاء متحف النوبة في محافظة طبعا العبارة هنا خطأ لانه تم انشاء متحف النوبة في محافظة اسوان. يبقى العبارة هنا خطأ. اتنين. السندرية من المدن التي ينتشر بها ركز البنبوتية. طبعا ركزة البنبوتية قلنا انها خاصة بمدن القناة. طب تعالوا نفتكر مع بعض. مدن القناة. المدن القناة هي المدن الواقع على قناة السويس. تلات مدن. مدينة السويس. مدينة الاسماعيلية. مدينة بورت سعيد. طبعا هنا هنا ذكر لنا الاسكندرية. لا دي مش من مدن القناة. التلاتة. يبقى العبارة هنا خطأ. رقم ثلاثة. التحطيب تراث مصري عريق. لذا تم ادراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تم ادراج التحطيب على قائمة التراث العالمي لليونسكو. العبارة هنا عبارة صحيحة لان فن التحطيب من الفنون التراثية العريقة اللي ليها تاريخ كبير جدا يرجع الى المصريين القدماء. اربعة. التراث المصري يساعد على توفير فرص عمل ويساعد في زيادة الدخل القومي. طبعا العبارة هنا عبارة صحيحة لما شرحنا العلاقة بين التراث والدخل القومي او التراث المصري وليه اقتصاد في مصر. العبارة هنا عبارة صحيحة. رقم امسة عيد الحصاد من اهم اشكال التراث الثقافي في منطقة عيد بمصر. عيد الحصاد اللي هو عيد حصاد التمور والزيتون. من اهم اشكال التراث الثقافي في منطقة. طبعا العبارة هنا عبارة خطأ لانه عيد الحصاد او عيد السياحة او عيد حصاد التمور وزيتون خاص بسكان واحد سيوة. يبقى العبارة هنا عبارة خاطئة. السؤال الثاني ضع خطا تحت الاجابة الصحيحة فيما بين القوسين. واحد يسمى عيد حصاد التمور وزيتون بنقاط. عيد حصاد التمور وزيتون يسمى بنقاط. يوم الحصاد والعيد الربيع والعيد السياحة والعيد الميلاد طبعا عيد حصاد التمور والزيتون قلنا يسمى بشطار حبيبي طبعا بعيد السياحة ولو قال لنا اذكر السبب ليه يسمى بعيد السياحة لان العديد من السياح بيشاهدوا او بيذهبوا الى واحد سيوة للمشاركة والاستمتاع بمشاركة هذا الاحتفال. رقم اتنين. لوحة الاله القرس يعلم الملك او منحطب التحطيب. تعتبر من اشكال التراث الثقافي المصري بمنطقة نؤط. فن التحطيب خاص بمنطقة سيناء سيوة النوبة الصعيد. طبعا فن التحطيب من الفنون التراثية الخاصة بمنطقة صعيد مصر. رقم ثلاثة لهجة مميزة تعمل وهي مشتكة تمامية مميزة تنبارة تنطبق على لهجة سكان اللهجة المميزة اللي مشتكة من الامازيغية دي بتستخدم مع سكان نقط او اللي بيستخدمها سكان نقط هل سكان سيناء ولا سيوة ولا النوبة ولا الصعيد. طبعا قنا سيناء بيستخدموا اللغة العربية الفصحة بدو سيناء النوبة عندهم اللغة النوبية الخاصة بهم الصعيد طبعا اللغة العربية لكن سيوة قنا سيوة هم اللي بيستخدموا اللهجة المميزة اللي مشتكة من اللغة الامازيغية او اللهجة الامازيغية الخاصة ببلاد المغرب العربي يبقى الاختيار الصحيح هيكون سيوة سكان واحد سيوة. طبعا سؤال التالي نشوف اذكر سببا واحدا اطلق على عيد حصاد الطمور والزيتون بواحد سوى اسم عيد السياحة. ليه اطلق على اسم عيد الحصاد اسم عيد السياحة? طبعا قلنا بسبب مشاركة العديد من السياح في هذا الاحتفال او للاستمتاع العديد من السياح لاحتفال بهذا العيد. يبقى لان هذا الاحتفال بيجذب العديد من السياح لمشاهدته والاستمتاع به. اتنين للتراث المصري اهمية كبيرة. لما تكلمنا عن اهمية التراث المصري قلنا ان هو يعمل على تنشيط السياحة وكمان له دور مهم جدا في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي. يساهم التراث في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب. وممكن ازود ايضا زيادة الدخل القومي. بكده نكون خلصنا درسنا. بعد ما نخلص الدرس بنرجع لجزئية الاهداف ونبدأ نقيم مستوى فهمنا للاهداف بتاع درسنا. اتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله كان معيكم احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.